السلام عليكم قبل ما أبدأ أحكيكم عن اللي صار اليوم بجلسة مجلس الوزراء خلوني أعطيكم خبر سفر سيد رئيس مجلس الوزراء يوم غد يوم غد سيتوجه سيد رئيس مجلس الوزراء على رأس وفد حكومي كبير إلى الولايات المتحدة الأمريكية بناء على أو تلبية لدعوة رسمية من البيت الأبيض وسيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوم عشرين من هذا الشهر الوفد الحكومي الوزاري كبير سيتم بحث أفق التعاون في مجالات الأمن والصحة والطاقة والاقتصاد ومن ضمن الاستثمار الوفد أيضا يضم أكثر من عشرين خبير هذا الوفد برئاسة دكتور فواد حسين وزير الخارجية سيلتقي بالوفد المقابل من الجانب الأمريكي لجراء المرحلة الثانية من المباحثات من الحوار الستراتيجي متوقع لهذا التعاون بين العراق والولايات المتحدة أن يؤتي ثماره وفق مبدأ المصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية مجلس الوزراء قد جلست اليوم وسيد رئيس الوزراء أكد في بداية الجلسة على امتلاك الشجاعة من أجل محاربة البيروقراطية على اعتبار أن البيروقراطية في مؤسسات الدولة قاتلة لمعظم المشاريع والكثير من المشاريع المهمة في الوزارات وفي المؤسسات العراقية نتيجة لبيروقراطية تعودت عليها الدولة العراقية منذ الزمن تتأخر وتتلك لذلك وفق القانون عدم التعسف باستخدام القانون هذه التوصيات التي أبدأها السيد رئيس بجلس الوزراء إلى الوزراء لا تتعسفوا باستخدام القانون يجب استثمار أي منفذ أي مرونة قانونية موجودة بالقانون من أجل تسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية مجلس الوزراء اليوم أقر عدة قرارات مهمة قبل جلستين إذا تذكرون مجلس الوزراء أقر تعيين بحدود ألفين طبيب خريجي كليات الطب العام اليوم مجلس الوزراء أقر تعيين ذوي المهنة الصحية والطبية بناء على توصيات لجنة وزارية شكلت في جلسة سابقة لمجلس الوزراء وقرر تطبيق قانون تدرج ذوي المهنة الطبية والصحية رقم 6 لسنة ألفين وتعيين الخريجين الذين ينطبق عليهم القانون آنفاً وعلى وزارة المالية استحداث الدرجات اللازمة لإكمال النقص من الموازنة لكن هناك شرط لهذا التعيين وهو سيتم تعيينهم والمباشرة بعد توزيحهم جغرافياً من قبل وزارة الصحة إقرار موازنة ألفين وواحد وعشرين سيتتم مباشرتهم لكن تم اتخاذ القرار بتعيينهم وستبدأ وزارة الصحة باستلام طلباتهم ودراسة ملفاتهم قانونية بنفس السياق ونفس توصيات اللجنة الوزارية التي شكلت لهذا الغرض قرر مجلس الوزراء إطلاق الوثائق لخريجي كليات المجموعة الطبية والصحية مع الأخذ بنظر الاعتبار الحاجة الكبيرة للأطباء حالياً لذلك يزود الأطباء بالوثائق بعد جلبهم تأييد مباشرة بالوظيفة من وزارة الصحة بعد أخذ التعاخذ والكفالة القانونية على الخدمة في وزارة الصحة وحسب ما جاء في قانون التدرج ذوي المهن الصحية والطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 وتعديلات ذات العلاقة وإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 276 لسنة 2016 فقرة ثانية أيضاً في حال عدم تعيين الأطباء من قبل وزارة الصحة بعد مرور سنتين على التخرج فيتم تزويدهم بالوثائق الدراسية دون قيد أو شرط هذا فيما يخص تعيين ذوي المهن الطبية والصحية ناقش بالإضافة مجلس الوزراء تعرفون حملة الشهادات العليا التي كانت تظاهراتهم هي الشرارة الأولى لتظاهرات تشرين كان مجلس الوزراء مهتم جداً بهذه الفئة وهناك لجنة شكلت قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لإيجاد الحلول لاستيعاب حملة الشهادات العليا الاستيعاب هذا راح يأتي على خطين بناء على أو مسارين المسار الأول هو استيعاب ما يمكن استيعابه منهم في الكليات والمعاهد الأهلية بناء على دراسة وستقدمها وزارة التعليم العالي حصر الدرجات الوظيفية التي ممكن أن توجد في هذه المعاهد والكليات الأهلية بشرط الالتزام بأن يكون لكل طالب 25 طالب أستاذ جامعي هذا المعيار الدولي القانوني للتعي أو لطبيعة الدراسة وكفاءتها وأن تصل مستوى التدريس كل 25 طالب يجب أن يكون له أستاذ هذه اللجنة في وزارة التعليم العالية ستدرس هذا الموضوع ويمكن إيجاد عدد كبير من الدرجات الوظيفية في الكليات والمعاهد الأهلية لحملة الشهادات العليا هذا المسار الأول المسار الثاني في موازنة 2021 درجات الحذف والاستحداث في هذه الموازنة سيخصص جزء كبير منها لحملة الشهادات العليا من أجل استيعاب أكبر عدد منهم بعد إقرار موازنة 2021 موضوع التعيين بالدولة العراقية رغم صعوبته رغم الشحة المالية الموجودة حالياً رغم الترهل الكبير الموجود في مؤسسات الدولة نتيجة سوء التخطيط استثمار هذه القضية سياسياً من قبل في الفترات السابقة رغم كل هذه الظروف لكن هذه الحكومة الجادة في إيجاد منافذ قانونية باعتبار خلق فرص العمل أولاً هذا حق دستور المواطن العراقي والتعاطف الكبير والاهتمام الكبير من هذه الحكومة من أجل رفع المعاناة عن كاهل هذه الفئات التي تطالب بفرص عمل فضلاً عن فرص عمل أخرى في مجال القطاع الخاص تسعى الحكومة من أجل توفرها مشكلة الكهرباء ومعانا المواطنين هذا العام بالتحديد وهذا الصيف بالتحديد ذكرت بالمؤتمر السابق هذا الاهتمام الكبير لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء بعدم الوقوع بالأخطاء التي وقعت فيها حكومات سابقة والاستعداد لموسم الصيف القادم من الآن لذلك اليوم مجلس الوزراء أعطى صلاحيات استثنائية لوزير الكهرباء ربطاً بالحديث الأول الذي يتحدث به سيد رئيس الوزراء بتجاوز البيروقراطية سيد وزير الكهرباء شكى أنه كتاب واحد ممكن بين وزارة ووزارة يتأخر ثلاثة أو أربعة أشهر ممكن ينتهي الصيف دون أن أستطيع أن أقدم شيء لذلك مجلس الوزراء تفهم حاجة وزارة الكهرباء لهذه الصلاحيات وقرر الآتي أولاً تفعيل قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 48 لسنة 2019 وأن تناط الصلاحية فيه للوزير حصراً والمناطق والقطاعات كافة هذا القرار أعطى صلاحيات لمدير في الوزارة في منطقة من المناطق العراق الآن هذه الصلاحيات تعطى للوزير حصراً وفي جميع المناطق والقطاعات التي تشمل وزارة الكهرباء ثانياً إكمال توقيع العقود المتعلقة ضمن الموازنة وتخويل وزارة المالية إكمال توقيع الاتفاقيات الخاصة بالقروض الممنوحة لوزارة الكهرباء ثالثاً منح وزارة الكهرباء صلاحيات التنفيذ المباشر استثناءاً من الضوابط المحددة من قبل وزارة التخطيط وهذا الجهد إن شاء الله سنشوف نتائج بدايات الصيف القادم عندما تكون وزارة الكهرباء مستعدة لصيانة الشبكة الكهربائية كي لا يمر المواطن بما مر به هذا الصيف قرار مهم أيضاً لمجلس الوزراء اليوم فيما يخص المجال النفطي حيث قرر المجلس أولاً الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية وإحالته إلى مجلس النواب استنادراً إلى أحكام المادتين 61 أولاً 80 البنت ثانياً من الدستور مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمان العامة لمجلس الوزراء ثانياً إكمال خطوات تأسيس الشركة من خلال قيام مجلس إدارتها باختيار مكتب استشاري متخصص للعمل في وضع الهيكل الإداري وتصنيف المهمات والمسؤوليات وتحديد قيمة الموجودات الثابتة للشركات المملوكة تمهيداً لفك ارتباطها من وزارة النفط وتمليكها للشركة موضوع البحث دون بدل انسجاماً مع أحكام المادتين 5 على 1 و5 على 7 من قانون شركة النفط الوطنية مع الأخذ بعين الاهتمام ما جاء في مشروع القانون المذكور آنفاً قرار آخر أيضاً مهم ويتسق مع نهج الحكومة في موضوع المنافذ الحدودية ورغبتها بأن تكون آلية العمل في هذه المنافذ آلية منتجة سيطرة على جميع الموارد التي تأتي للحكومة من المنافذ الحدودية قرر المجلس أولاً مشروع توحيد ساحتين الإخراج القمرقي لميناء أي أنقصر الشمالي والجنوبي وجعلها ساحة واحدة تحت مسمى ساحة الترحيب الكبرى لموانع أنقصر ثانياً قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والدوائر الساندة العاملة بالموانع بالالتزام بتوحيد الإجراءات من خلال العمل داخل ساحة الكشف القمرقي الموحدة ضمن مشروع ساحة الترحيب الكبرى لموانع أم قصر طبعاً أكيد المجلس استمع إلى تفصيل واضح وحول من سيد وزير الصحة إلى الوضع الحالي للجائحة وكيفية تجاوز المشاكل التي يمكن تعارض عمل وزارة الصحة والكادر الطبي والصحي لها وكيفية السيطرة على عدم انتشار هذا الوباء ومعرف بشرنا وزير الصحة اليوم قال أنه رغم نسبة الإصابات الزايدة لكن اليوم نسبة الشفاء كانت واضح عدد المتشافين كان أكثر بكثير من عدد المصابين هذا مجمل ما دار اليوم بالجلسة أكون سعيد بالاستماع إلى سيرتكم تحية طيبة محمد سعد مراسل قناة الشرقية نيوز تحية كلام الله يخليك قانون الانتخابات من خلال اللجنة القانونية في مجلس النواب أكدت لحد الآن هناك خلاف على هذا القانون ولا يوجد توافق بين الكتل ما هو موقف الحكومة في حال عدم تمرير هذا القانون الأمر الآخر هناك نية في مجلس النواب للتصويت على قانون الخدمة الإلزامية كيف سيكون تعامل الحكومة مع هذا القانون ومن هي الفئات العمرية المشمولة شكرا السؤالي من اختصاص مجلس النواب لكن أنا نقول لك موقف الحكومة أعيد وأوكرر موقف الحكومة من موضوع الانتخابات الحكومة حددت للموعد وهي مستعدة واطلعتم على الاجتماع الأخير الموسع لترأس السيد رئيس مجلس الوزراء بمفوضية الانتخابات وبعض الوزارات وأكد على قدرة الحكومة على إقامة الانتخابات بهذا التوقيت موضوع القانون خاضع لنقاشات سياسية داخل مجلس النواب على مجلس النواب أن يحسم أمره سريعاً كي تكون المفوضية والحكومة على الطلاع تام على الخطوات الواجب باتخاذها وفق القانون من أجل إجراء الانتخابات في موعدها إذا كان هناك نقاش حول هذا الموضوع في مجلس النواب فالحكومة لحد الآن تعرف أن هذا القانون لازم يعني مشروع قانون يقر مجلس الوزراء ويرسل إلى مجلس النواب لا حديث حول هذا الموضوع داخل أروقة الحكومة بتاتنا عبدالله بدرام من قناة الميادين هناك وفد عراقي برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك كما ذكرت حضرتك سيكون هناك وفد عراقي برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاغمي لا الوفد هو كله برئاسة رئيس الوزراء لكن الجولة الثانية من الحوار الستراتيجي ستكون برئاسة الدكتور فؤاد حسين وزير الخارجية في مقابلة وزير الخارجية الأمريكي وطبعا أكيد مع الوزيرين الخبراء نفسهم اللي أداروا الجولة الأولى طيب السؤال هو هناك لقاءات سياسية حصلت بين رئيس الوزراء وقوى سياسية عراقية ومثلة هل تملك الحكومة التفويض الكامل للتفاهم مع الجانب الأمريكي هل لدى بغداد مثلا فكرة واضحة في التفاوض بجدولة انسحاب القوات أو ببقاء القوات أو بالمصلحة التي تقتضيها هل تملك هذا التفويض أم تتفاهم ومن ثم تعود لتطرح الأمر في مجلس نواب العراقي مرة أخرى ابتداء هذا الأمر هو كصلاحية دستورية ومصلاحية الحكومة العراقية لكن هذا لا يعني أن الحكومة وبشخص رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ممكن أن يتخذ قرارات السرادجية بهذا المستوى دون التشاور مع القوى الوطنية من أجل جمع الآراء المختلفة والنقاش وكان إلى لقاء مهم يعني عدة لقاءات واحد منه اللقاء مهم مع زعماء الكتل السياسية من أجل تبادل الأفكار حول طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية تلك العلاقة التي تربطنا بها اتفاقية إطار ستراتيجي وكانت المرحلة الأولى من الحوار الستراتيجي قد أقرت باتفاق الطرفين على التزام الطرفين بتحديد جدول زمني لعادة انتشار هذه القوات من المرحلة الأولى المرحلة الثانية التي ستكون في الولايات المتحدة بالمناسبة لن تكون الأخيرة لا تتصوروا أن جولة الثانية للحوار الستراتيجي ستأتي بنتائج حاسمة نهائية ستتبع هذه المرحلة جولات أخرى من أجل الوصول إلى ما ينفع البلدين وفق رؤية وطنية عراقية مصلحة الشعب العراقي والمصالح المشتركة بيننا وبين دولة مهمة ودولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية السلام عليكم محمود المشهداني من صحيفة أسهل يابانية السيد الكاظمي توعد بملاحقة ومحاسبة الفاسدين في كل مفاصل الدولة اليوم المواطن يسأل هل سيحدث تغيير في مفردات الحصة التموينية أو على الأقل توزيعها في موحدها المقرر الذي هو كل شهر شكرا جزيلا مفردات البطاقة التموينية مفردات لا تليق بالمواطن العراقي ولا تليق بمستوى الخيرات اللي يمتلك هذا البلد هناك رؤية تتم دراستها الآن لاستثمار المبالغ الهائلة الكبيرة تصل ما بين 3 إلى 4 مليار دولار سنويا من أجل تأمين مفردات البطاقة التموينية هناك لجنة طبعا بتوجيه من السيد الرئيس الوزرات شكلت لدراسة آلية معينة قد تنتج هذه الآلية القرارات لحد الآن مظاهرة لهذه اللجنة قد تنتج حجب الحصة التموينية من الميشورين ماديا حجب الحصة التموينية عنهم من أجل هذه المبالغ التي تحجب تحسين البطاقة التموينية ومفردات البطاقة التموينية إذا والدخل المحدود وفق سياقات معينة ومعايير معينة من تكمل الدراسة يمكن راح تطلعون عليها ويقرها مجلس الوزراء لكن الدراسة بدأت وهناك اهتمام كبير من السيد الرئيس الوزراء في هذه القضية من أجل توفير مفردات بطاقة تموينية لمن يحتاجها وللمعوزين ولدو الدخل المحدود تحية طيبة محمد جليل من قناة الجزيرة عيك الله محمد ساذ أحمد يوم أمس ترددت أنباء من قادة من سياسين من الخط الأول أو مقربين من الخط الأول بأن هناك اجتماعات جرت في العاصمة العراقية بغداد هناك وفد إيراني برئاسة قاءاني وصل إلى بغداد واجتمع بمسؤولين عراقيين كبار هذا الأمر يذكرنا بموعد بالزيارة التي كان سيد الكاظمي القيام بها إلى السعودية قبل الزيارة بيوم واحد كان وزير الخارجي الإيراني موجود في بغداد هل هناك رسائل ربما سيحملها الرئيس الحكومة معه إلى واشنطن؟ هذا من جانب آخر هناك أنباء ترددت عن قيام السيد الكاظمي بعقد اجتماع مع قادة سياسيين ومن ضمنهم قادة في فصائل الحجد الشعبي وفصائل المقاومة الأخرى باستثناء فصيل واحد هذا الاجتماع أيضا تزامن قبل الزيارة إلى واشنطن تعليقكم على ذلك شكرا محمد أنا هنا لا أجيب على تسريبات صحفية ولا أجيب على أسئلة افتراضية اللي أريد أكده موقف الحكومة العراقية اللي لطالما عبرت عنه في منهجها الحكومي عبرت عنه في كلمات سيد رئيس الوزراء يمكن نحكي به هنا بالمؤتمر الصحفي نهجها تدعم كل جهد لاستقرار المنطقة خارج سياسة المحاور لا تعترف بسياسة المحاور ولن تنظم ولن تجر العراق للدخول في أي محور موضوع اللقاءات كل القوى الوطنية لها الحق أن تبدي رأيها فيما يخص العلاقة ببلد ما أو دولة ما رئيس الوزراء حريص على التواصل رغم امتلاك القرار والصلاحية لكنه حريص على التواصل مع جميع القوى السياسية المؤثرة من أجل بلورة رؤية عراقية وطنية ليس فقط مع الولايات المتحدة الأمريكية بل مع جميع الدول وخاصة في القضايا الستراتيجية التي تشهد جدل سياسي عراقي في التواصل الموجود ورئيس الوزراء حريص على الاستماع على كل أراء رغم احتفاظه بصلاحيته باتخاذ القرارات كرئيس المجلس الوزراء السلام عليكم أستاذ أحمد سيف الدين الإبراهيمي قلانة الحدث اليوم الكل يعرف موقع محافظة بابل الجغرافي وحتى التاريخي لكن ما زالت هذه المحافظة تعاني اليوم من الإهمال وحتى بالنسبة للمشاريع والخدمات وبيع المناصب أيضا وحتى أعطاء المناصب بالوكالة متى سيتم معالجة هذه المواضيع وخاصة بيع المناصب وحتى أعطاء المناصب بالوكالة شكرا لك الظروف في بابل لا تختلف عن محافظات أخرى الوضع بالبلد معروف ومشخص من قبل الجميع وهذا الموضوع محل اهتمام لهذه الحكومة موضوع محاربة الفساد موضوع تطوير البنى التحتية موضوع تسهيل الإجراءات الاستجابة لمتطلبات الناس والمتظاهرين لا تختص به محافظة واحدة وقد يكون المقياس والمصطرة على كل المحافظات هي نفس المقياس ونفس المصطرة لا أريد أن أميز محافظة عن أخرى بالاهتمام مجلس الوزراء رئيس الوزراء عن طريق الهيئة التنسيقية بالمحافظات على تواصل يومي قد يكون اجتماع الهيئة التنسيقية الشهري لكن رئيس الوزراء على تواصل يومي مع المحافظين كل محافظة حسب حاجته وحسب الوطن اللي تحتاجه ونهج المجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء هو ما ذكرت لك يا محاولة تدليل كل العقبات أمام أي جراء من شأنه أن يخفف معاناة الناس تداء أن يقضي على الفساد سواء داخل في بغداد داخل حكومة العراقية مؤسسات الدولة العراقية أو في المحافظات محاربة الفساد وممكن أن قريبا تسمعون أخبار مهمة عن قرارات مهمة تخص فاسدين معينين ممكن أن يحالوا إلى القضاء نهج هذه الحكومة واضح وهي مصر على تطبيقه مساء الخير السيد أحمد عبدالسل بما أننا في إطار الزيارات الخارجية لسيد رئيس الوزراء أين أصبحت مشروع الزيارة إلى المملكة العربية السعودية التي ربما تأجلت بسبب ظروف صحية للملكة السعودية هل ما زال هذا المشروع قائما؟ هل هناك قنوات اتصال ما بين الجانب العراقي والجانب السعودي ليكمال هذه الزيارة؟ شكرا جزيلا بالتأكيد لا زالت الزيارة قائمة موعدها يتحدد حسب ظروف المملكة العربية السعودية تعرفون أنت ذكرت بسؤالك أسباب التأجيل الزيارة قائمة وأحب أخبركم أنه بعد عودة السيد الرئيس سيد رئيس الوزراء من واشنطن هناك زيارة الأسبوع القادم إلى المملكة العردنية الهاشمية في نفس السياق وأعيد وأؤكد أن زيارة المملكة العربية السعودية قائمة لكن تحديد موعدها اختلف بسبب الظروف اللي مر بها خادم الحرامين الشريفين أشكركم وشكري جزيل نشوفكم إن شاء الله أسبوع القادم